تحذيرات برهن التحركات القادمة بتدهور الأوضاع الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا. هذا ما أكدت عليه الحكومة المصرية التي قال المتحدث باسمها إن فيروس كورونا قد ينتشر بكثرة خلال الأيام المقبلة داعيا الموطنين لعدم مغادرة المنزل. وقررت الحكومة تمديد الحظر لأسبوعين آخرين. وفي لبنان حذرت Human Rights Watch من حدوث مجاعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية السيئة بالأساس بسبب تفشي فيروس كورونا. قرر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني إعادة تمديد حالة تعبئة العامة حتى 26 من هذا الشهر. تأتي تلك الإجراءات جراء تواصل زيادة عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا. وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة تعافي 35 حالة من مصاب الفيروس ليصل إجمالي حالات المتعافين إلى 666. كما تم تسجيل ثلاث وفاية جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاء الناجمة عن كورونا إلى 44. وعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 457 إصابة وحالتي وفاء. وفي الكويت تم تسجيل 55 إصابة جديدة وارتفع الإجمالي إلى 910 حالات بجانب حالة وفاة واحدة. كما أعلنت الصحة المغربية تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا لإصل الإجمالي إلى 1346 إصابة فيما يبلغ إجمالي الوفيات 96. وفي فلسطين أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عدم تسجيل إصابات جديدة في الضفة الغربية مضيفا أن حالات الشفاء تبلغ 44 حالة حتى الآن. أما جيبوتي فقد أعلن التسجيل أول حالة وفاة وتبحث اللجنة العليا للطوارئ الصحية السودانية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس. حيث تبحث اللجنة فرض حظر للتجول الشامل أو إغلاق عدد من الأسواق التي تشهد ازدحاما إلى جانب محلات بيع السلع غير الأساسية ضمن إجراءات مكفحات الفيروس.